بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم طلابي وطالباتي في درس جديد من دروس التجويد للصف السادس الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم موضوع الدرس اليوم هو عن أنواع المد الفرعي أولا قبل أن نبدأ الدرس هنا كما تشاهدون رابط الدرس الرقمي هذا الرابط يوصلنا مباشرة إلى الدرس مشروحا في موقع عين التعليمي التابع لوزارة التعليم لما نفتح هذا الرابط الرقمي فإنه يوصلنا مباشرة وينقلنا إلى الدرس مشروحا كاملا في قنوات وفي موقع عين التعليمي التابع لوزارة التعليم فأحرصوه عليه وعلى مراجعة الدرس وعلى الاستماع مرة أخرى إلى الدرس من خلال هذا الرابط الرقمي درسنا هو بعنوان أنواع المد الفرعي طبعا ماذا نريد أن نحقق من هذا الدرس أولا أتعرف على أنواع المد الفرعي ثانيا أحدد سبب كل نوع من أنواع المد الفرعي ثالثا أمثل لكل نوع من أنواع المد الفرعي أخذنا في الدرس السابق المد وأخذنا أقسام المد وعرفنا أن المد ينقسم إلى قسمين قسم اسمه المد الأصلي وقسم آخر اسمه المد الفرعي المد الأصلي أو المد الطبيعي هو الذي لا يتوقف على سبب بمعنى لا يوجد سبب يجعلنا نمد حرف المد زيادة عن مده الطبيعي أما قسم المد الفرعي فإن هناك سبب يجعلنا نمد حرف المد بزيادة في حال أن كان بعد حرف المد سكون أو همز إذن المد الفرعي هو الذي يكون بعده إما همزة أو سكون فهذا يسمى مد فرعي المد الطبيعي الأصلي هو المد العادي الذي يمده كل الناس مثل قال يقول قيل هذا ما الطبيعي المد الفرعي هو الذي يكون بعد حرف المد همزة أو سكون المد الفرعي له فروع سنعرف هذه أنواع المد الفرعي في هذا الدرس إن شاء الله تعالى الآن أخي الطالب أختي الطالبة استمعوا لمعلمك أو لأحد القرى وهو يقرأ هذه الآية الآتية سأقرأ لكم هذه الآية وركزوا على كلمتي جاءت والطامة لاحظوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى استمعوا مرة أخرى وركزوا على زمن المد في الكلمة الأولى والكلمة الثانية فإذا جاءت فإذا جاءت الطامة الكبرى لاحظوا الألف هنا كيف أقرأها جاءت جاءت طيب انظروا إلى الألف في الكلمة الثانية الطامة الطامة الآن أجيبه معي على الأسئلة التالية السؤال الأول ما الحرف الذي جاء بعد حرف المد في كلمة جاءت ما هو الحرف الذي جاء بعد حرف المد في كلمة جاءت حرف المد ما هو الألف الحرف الذي جاء بعد الألف هو الهمزة الهمزة جاءت بعد الألف إذا ركزوا على الهمزة هذه سيكون لها دور في أحكام المد طيب رقم اثنين يقول ما حركة الحرف الذي جاء بعد حرف المد في كلمة الطامة لاحظوا نجد أن الحركة هي الشدة طيب لكن هذه الشدة قبلها سكون في الأصل هي أصل الكلمة هكذا هي حرف ميم وحرف ميم آخر ولكن هذا عليه السكون وهذا فتحة فأدغم الحرفان فصارت حرفاً واحداً بهذه الطريقة الطامة طيب إذن لاحظوا هنا الحرف ميم أتى عليه الشدة إذن هذه الشدة أو هذا السكون الأصلي فيها هو سبب المد في حرف الألف كم مدينا الألف هذا من حركة؟ مدينا الألف في كلمة الطامة ست حركات مدينا الألف في كلمة الطامة ست حركات بينما في كلمة جاءت أربع حركات أعيد جاءت الطامة لاحظوا أن كلمة الطامة أزود في المد أزيد في المد وهذا هو جواب السؤال الثالث يقول هل لاحظت اختلاف مقدار المد؟ نعم يوجد اختلاف في كلمة جاءت أربع حركات وكلمة الطامة ست حركات ما سبب هذا الاختلاف؟ سببه أن المد الأول يسمى مد متصل يمد أربع حركات بينما المد في كلمة الطامة يسمى مد لازم سنأخذه إن شاء الله في درس مستقل إذن نفهم هذا حتى نميز بين المدين إذن أنواع المد الفرعي ينقسم المد الفرعي إلى قسمين كما شهادنا في الأمثلة ينقسم المد الفرعي إلى قسمين قسم سببه الهمز وقسم سببه السكون سيأتينا إن شاء الله تفصيل لهذين الدرسين المهم أننا نعرف إذا جاء بعد حرف المد همزة نزيد في المد إذا جاء بعد حرف المد سكون نزيد في المد طبعا في كلمات يكون فيها شدة مثل كلمات الطامة والحاقة وكثير من الكلمات هذا هو المد الفرعي المد الأصلي طبيعي عرفنا أخذناه هو المد الذي هو على أصله لا يتغير لا يوجد سبب يجعلنا نزيد في المد لكن المد الفرعي هناك سبب إما همزة أو سكون لاحظوا أن هذا هو إن شاء الله تعالى سبب المد الذي سيجعلنا ندرس أنواع المد في الدروس القادمة إذن القسم الأول سببه الهمز وينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل سنعرف المتصل والمنفصل طيب القسم الثاني الذي سببه السكون هناك له نوعين المد اللازم والمد العارض للسكون سنعرف هذا إن شاء الله تعالى في خلال هذا الدرس لاحظوا معي هذه الأمثلة نحن قلنا المد المتصل سببه الهمز والمنفصل سببه الهمز كما في هذا المثال طيب مثال على المد المتصل مثل كلمة يشاء أو كلمة السماء أو كلمة ماء مثل هذا يسمى مد متصل طيب هذا لاحظوا معي هذا المثال المنفصل لماذا منفصل؟ ماذا تلاحظون على هذا المثال؟ ولاحظوا المثال الأول كلمة يشاء نلاحظ أن كلمة يشاء أن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة بينما المنفصل المنفصل نجد أن الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى لاحظوا وفي أنفسكم إذن حرف المد مفصول عن الهمزة يسمى منفصل إذن ما هو التوضيح هنا؟ لاحظوا اقرأوا الكتاب في هذين المثالين جاءت الهمزة بعد حرف المد وهو الألف في كلمة يشاء والياء في كلمة في فكان ذلك سببا لزيادة مقدار المد الفرع على مقدار المد الأصلي إذن السبب الذي جعلنا نزيد في المد في هذه الكلمة وفي هذه الكلمة هو وجود الهمزة هذا هو السبب الذي جعلنا نزيد في المد المد اللازم تعالوا إلى المد الثاني المد اللازم المد اللازم في كلمة الحق وكلمة المفلحون لاحظوا هنا نوع اسمه العارض للسكون ما معنى العارض للسكون؟ لما أقول المفلحون النون عليها فتحة لكن لما أقف هل أقف بالفتحة أو بالسكون؟ سأقف بالسكون طبعا إذا وقفت بالسكون إذن هذا صار سبب من أسباب المد إذن يجوز لي أن أمد هذه الحرف المد وهو حرف الواو المفلحون لأنه وقفت بحركة السكون إذن جاز لي المد يسمى هذا مد عارض للسكون لماذا؟ لأن السكون عارض بسبب الوقف وأصل الكلمة عليها فتحة كما تشاهدون هي المفلحون لكن لما أقف سأقف بالسكون إذن جاز لي أن أمد حرف الواو وهو حرف المد هذا يسمى عارض للسكون إذن تعالوا إلى التوضيح يقول في هذين المثالين جاء السكون بعد حرف المد وهو الألف أي حرف المد هو الألف في كلمة الحاقة والواو في كلمة المفلحون فكان ذلك سببا لزيادة مقدار المد الفرعي على مقدار المد الأصلي ننتبه لهذا بارك الله فيك قال الإمام الجمزوري عفوا الإمام محمد بن الجزر رحمه الله تعالى والمد لازم وواجب أتى يعني في مد اسمه لازم ومد واجب والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا طيب فلازم يعني المد المازل المد اللازم فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد يعني إذا جاءنا حرف إذا جاءنا السكون فأنه يمد بالطول وواجب إن جاء قبل همزة يعني إذا جاءنا حرف المد قبل الهمزة يسمى واجب متصلا إذا كان متصل فهواجب إن جمع بكلمة يعني إن جمع بكلمة يعني إذا جاءنا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة يسمى متصل والمد حكمه في هذه الحالة واجب طيب جائز إذا أتى منفصلا إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة يسمى منفصلا وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا يعني لو جاءنا السكون العارض هذا إن شاء الله سنأخذه في دروس قادمة تعالوا إلى هذه الأمثلة أميز المد الأصلي من المد الفرعي في الكلمات التي تحتها خط أولا سأعلمكم القاعدة سأذكركم فقط أنتم عرفتمها يقول في التبرين في النشاط أميز بين المد الأصلي والمد الفرعي ما هو المد الأصلي الذي لا يوجد سبب لزيادة المد فيه يعني حرف المد ليس بعده همزة ولا سكون المد الفرعي هو الذي بعده همزة أو سكون هذا هو المد الفرعي تعالوا معنا نبحث في هذه الآيات الأمثلة في قولي تعالى في كلمة السماء سأقرأ لكم الآية قال ربي يعلم القول في السماء والأرض كلمة السماء ما هو حرف المد؟ الألف أحسنتم أصلي أو فرعي بعده همزة إذن فرعي السبب وجود الهمزة خلاص؟ هذا هو الحل طيب مثال الثاني بل قالوا أضغاث أحلام كلمة قالوا أضغاث حرف الواو هذا مد هذا حرف الواو طيب هذا حرف المد ممتاز هل هو مد أصلي أو فرعي؟ بعده همزة إذن فرعي السبب وجود همزة هذا السبب وما كانوا خالدين كلمة خالدين الألف في كلمة خالدين حرف المد ألف طيب تعالوا ماذا بعد الألف؟ هل بعد السكون أو همزة؟ لا إذن مد أصلي السبب عدم وجود همز أو سكون طيب خلاص أصلي كلمة فكشفنا ما به الألف أيضا ألف مد أصلي إنهم من الصالحين حرف المد حرف الياء ومد يعتبر فرعي لماذا؟ لأن أتى بعد الياء السكون مجيء السكون بعد حرف المد وهو السكون العارض إذن اكتبوا هذا في النشاط بارك الله فيكم أقارن بين قسمي المد الفرعي وبين قسمي المد الفرعي هناك القسم الأول سببه متصل عندنا عندنا متصل متصل ومنفصل واضح؟ واضح؟ هذا المد الفرعي متصل ومنفصل طيب سببه الهمز طيب الثاني قسم الثاني أنتم تكتبون هنا وتكتبون القسم الثاني أخذنا وما سببه إذن أرجو منكم التركيز وحل هذا كما أخذنا الخلاصة أن أنواع المد الفرعي ينقسم إلى قسمين ما سببه الهمز؟ وهو أنواعا المتصل والمنفصل طيب القسم الثاني سببه السكون هو المد اللازم والمد العارض للسكون القسم الأول سببه الهمز متصل منفصل فقط هذه أنواع المد متصل منفصل لازم عارض للسكون هذه التي سوف ندرسها إن شاء الله في دروسنا القادمة التقويم هو واجب عليكم أنتم تكتبونه في الكتاب الحل موجود في نفس الدرس ارجعوا للدرس وأكتبوا الحل حتى يكون هذا مذاكرة لكم ومراجعة للدروس وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر